بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثامنة والسسعون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبال الغلمة مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا حياكم الله وضارك حياكم الله هنا رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك تقول أم صالح أم صالح تقول في أحد أسيدتها إنني أحيانا أشعر بهموم الدنيا وأحس أن الحياة ليس لها معنى كلما تذكرت الموت وهادما للذات لأن كل شيء في هذه الدنيا زائد علما بأنني أصوم وأصلي وأقرأ القرآن فبما لا تنصحونني جزاكم الله خيرا والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت فقال عليه الصلاة والسلام تذكروا هادما للذات يعني الموت فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثرة ولا تذكرونه في كثير إلا قللة فتذكر الموت يوجب الاستعداد بالعمل صالح والتوبة إلى الله والخروج من المظالم ففيه مصالح والغفل عن الموت تسبب أن الإنسان يتكاسل عن الطاعات أو يتمادى في المعاصي فيأخذه طول الأمل والاغترار بالحياة الدنيا إلى أن يستمر المعاصي ويتكاسل عن الطاعات لكن إذا وصل التفكير بالموت إلى حد الوسوسة فهذا أمر غير محمود لا وصل إلى ما ذكرته سائلة من أنها تشوشت عليها حياتها ترادفت عليها همومها فهذا من الشيطان هذا وثواس فتستعيد بالله من الشيطان وترفض هذا الشيء والموت كما قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت الموت لا بد منه ولكن الشأن في الاستعداد للموت تذكر الآخرة توبة من الذنوب بدون أن يدخل الإنسان في متاهات الوسوس والشكوك والأوهام وينزعي في حياته ولا يتلذب بالراحة ولا بالأكل ولا بشرب هذا شيء غير محمود وهذا من الشيطان نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول أبلغ من العمر 40 عاما وقد أتتني الدورة في بداية حياتي في سن 13 سنة ولم أصم شهر رمضان تلك السنة ولا السنة التي تديها للجهل ولم أخبر أهلي ولأنهم كانوا يسكنون في البادية وقد صامت منها 15 يوما والآن تسألكم شيخ صالح ماذا عليها جزاكم الله خيرا هذه المسألة تكرر السؤال عنها ولا سيما في النساء التي نشأنا في البوادي بسبب الجهل في أمور الدين وبسبب إهمال أولياء أمورهن لهن والواجب على هذه السائلة أن تكيل القضاء لأن تصوم الرمضانين الذين تركتهم بعد بلوغها سن المحيظ وعليها مع ذلك أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التاخير بمقدار نصة عن كل يوم كيل نص من الطعام عن كل يوم ولو جمعت هذه الكفارات اليومية جملة واحدة ودفعتها لفقير أو إلى أهل بيت واحد فلا فس بذلك جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول نذرت على ابنتي كما تعبر أن أصوم شهرا وأنحر رأسيني من الغنم وقد صمت شهر رجب علما بأني لم أحدد شهرا بعيني ولكن الظروف سمحت لي بهذا الشهر قال هذا الصوم جائز؟ نعم ما هذا الصوم جائز ما دمت لم تحدد شهرا معين وصمت شهر رجب عن النذر وبقي عليك الشهر الثاني تصومينه إن شاء الله وعليك أن تذبح الرأسين من الغنم وتنفذ ما نويت فيهما من توزيعهما على الفقراء والمساكين أو حسب ما نويته جزاكم الله خيرا تسأل عن النذر بالذات شيء صالح تقول هل يجوز لمن نذر أن يأكل من نذره مثلا وهل يجوز إذا نذر بجزئين أن يفرق بين هذا الجزء وذاك الجزء كأن يفرق بين الصيام والنحر مثلا جزاكم الله خيرا بالنسبة للأكل من النذر حسب نية النذر إن كان نوى أن يأكل من نذره فلا بس وأما إذا لم ينوي الأكل منه فإنه لا يجوز له أن يأكل منه فلعليه أن يخرجه كله ولا يأكل منه شيئا وأما بالنسبة للتجزئة فهذا أيضا حسب النية إذا نوى أن نذر الجمع بين شيئين عدم التفرق بينهما كان نذر أن يصوم شهرا وأن يذبح شاتا فإنه لا يفرق حسب نية فليصوم الشهر ويدبح الشات بعد الفراغ من الصيام مباشرة أو يلبح الشات في أثناء الصيام إذا كان نوى ذلك أما إذا لم ينوي إتصال الشيئين واركبات بعضهما ببعض فلا مانع من التفريق نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أم إبراهيم بعث التسأل وتقول كيف يستطيع الإنسان المسلم والذي فقد أحد والديه الأب أن يقدم لهذا المتوفى الخير أو الأعمال الصالحة أو أي شيء ينفعه لهذا المتوفى ونحن أولاده إن شاء الله مستعدون لذلك المهم أن المتوفى يرحمه الله يستفيد مما نعمل وهل يفيد أن يصلي الواحد مننا ويهدي ثواب الصلاة إلى المتوفى وأقصد الصلاة غير المفروضة علما بأن المتوفى كان يصلي ولله الحمد جزاكم الله خيرا نعم بقي من بر والدكم ما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم من قضاء الديون التي عليه ومن تنفيذ وصاياه إذا كان له وصايا شرعية والدعاء له والاستغفار له طدق عنه وأعمال البر التي وردت لها الأدلة عن الميت وكذلك صلة الرحم المتبطة به التي تربطكم بها قرابة من جهة والدكم تصلون الرحم التي تركزت بالوالد وكذلك الإحسان والبر بصاحب والدكم إذا كان له أصحاب وله أحباب كان يأنس بهم فمن بره أن تحسنوا إلى أهل أود والدكم هذا مما ينفع به الله الميت بعد وفاته ولا سيم الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لهنا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا تأب الإنسان عند موته تعبا شديدا فهد يكون ذلك كفارة لذنوبه وما العبرة من ذلك جزاكم الله خيرا المؤمن لا يصيبه نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمرض والإصابات والمصائب التي تصيبه كلها كفارات لذنوبه ورفعة لدرجاته عند الله سبحانه وتعالى ومن ذلك ما يصيبه عند الموت من شدة النزع إن ذلك مما يأجره الله عليه ويكفر به خطاياه نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إحدى المستمعات ورمزتي لسمها بالحروف عين فادحة تقول أصبت بمرض قضيت فيه حوالي خمسة أشهر في المستشفى ولكني لم أكن أود الصلوات في هذه الفترة وأريد قضاء الصلوات التي فاتت لقدار هذه الفترة فكيف يكون القضاء وهذه صحوة ناقضية في أوقات غير الفريضة مثل وقت الضحى أو بعد صلاة الظهر إلى وقت العصر جزاكم الله خيرا وهذه القضية أيضا مما يقع فيها كثير من الناس الذين يرقدون في المستشفيات بسبب الجهد يتركون الصلاة مدة تمريضهم في المستشفيات ويقولون إذا خرجنا نفليها لأننا لا نستطيع الوضوء لأننا لا نستطيع تطهير فيابنا لأننا إلى غير القبلة إلى غير ذلك من الأعدار غير الصحيحة والواجب على المسلم أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين المهم أنه يصلي ولا يترك الصلاة لكن يصلي على حسب حاله قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جم فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة والله جل وعلا أمر بالطهارة بالماء إلا عند العذر من مرض أو فقد الماء أو قلة الماء وكون لا يكفي لحاجته وطهارته فإنه يتيمم بالتراب المريض إذا لم يستطع والطهارة بالماء فإنه يصلي ويتيمم بالتراب ويكفي عن الماء والحمد لله في الحدثين الأكبر والأصعر والثياب النجسة إذا لم يستطع استبدالها فإنه يصلي بها ولو كانت نجسة وصلاته صحيحة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإن كان يستطيع استبدالها فإنه يستبدلها واستقبال القبلة إذا لم يتمكن منه ويخشى أن يخرج الوقت وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة لقوله تعالى وإن الله المشرق والبغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بآمن فاتوا منه ما استطعتم فلا يجود ترف الصلاة والإنسان عاقل عنده عقله وتفيره لا يجود له أن يترك الصلاة ولكن يصلي بحسب حاله وحسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا أسعها أما ما ذكره السائل أو السائلة من خمسة أشهر في المستشفى لا يصلي هذا خطر عظيم وخطأ كبير وسببه الجهل ولماذا يتأخر السؤال إلى هذا الوقت لما لم يسأله في المستشفى ويبادل بالسؤال فالحاصل أن هذا إهمال وخطأ وعليه بالتوبة إلى الله عز وجل وقضاء هذه الصلوات بالترتيب يصلي صلوات اليوم الأول مرتبة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم النور ثم العشاء ثم يصلي صلوات اليوم الثاني هكذا والثالث والرابع إلى آخره إلى أن يفرغ من هذه الصلوات يصلي جلسها الواحدة ما تيسر له ثم إذا شق عليه المواصلة فإنه يستريح فإذا استراح فإنه يعود فترة الثانية ويصلي ما تيسر له وهكذا إلى أن ينتهي معنا جزاكم الله خير وأحسن أيدكم شخصالح بعض المستشفيات لا تهتم بأمر العبادة ولا تهتم بأمر التوعية الإسلامية ولا بأمر الأمر بالمعروف والنحي على المنكر وتنبيه المرضى إلى ما يجب أن يكون عليه تجاه ربهم هل من كلمة يحفظكم الله؟ نجب على وزارة الصحة أن ترتب دعاة ومرشدين في جهاز الوجارة يتجولون على المستشفيات كما هو الشأن في الوزارات الأخرى وزارة الدفاع والحمد لله فيها جهاز ديني وزارة الداخلية سائر الوزارات فيها فيها أجهزة دينية تشتغل الحرس الوطني فيه جهاز ديني كبير كذلك يجب على وزارة الصحة أن تكون جهازا دينيا فيه من طلبة العلم من يغطون حاجة مستشفيات المملكة هذا أمر مواجب متحتم لا خيار فيه لأنه يتعلق بالدين الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام فيجب المبادرة بترتيب هذا الأمر العظيم ثانيا أذكر أنه صدر من دار الإفتاء نشرة فيها تفصيل لطهارة المريض وصلاته فيجب أن تطبع هذه النشرة يجب على وزارة الصحة أن تطبعها وهي أرسلت إلى وزارة الصحة رسميا فيجب عليها أن تبادل بطباعتها بصفة واضحة وأن توزعها على المرضى في سائل المستشفيات لأن فيها تبصيرا لهم في أمور عبادتهم ثم يجب على المرضى أيضا أن يسألوا أهل العلم وأن يهتموا بهذا الأمر يأتيهم الزوار عندهم التلفونات يمكنهم الاتصال بأهل العلم وبيطالبة العلم الواجب أن يهتموا بهذا الأمر نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيضا هل من كلمة للمستشفيات التجارية شيخ صالح؟ هذا يعهم المستشفيات التجارية هو المستشفيات الحكومية أن تهتم بهذا الأمر من جميع النواحي جزاكم الله خيرا هل من دعوة لتصميم المستشفيات على أساس أن تكون فيها قاعة للمحاضرات ومكان ليكون مسجدا للمرضى شيخ صالح؟ هذه أمور تكملية إذا حصل شيء منها فهذا شيء طيب وإذا لم يحصل فليست ضرورية إنما الضروري إرشاد المرضى وهم على سرورهم وفي مراقدهم أن يوصل إليهم الخير وأن يدور طلبة العلم عليهم ويتفقدوا أحوالهم الدينية هذا أمر واجب جزاكم الله خيرا كيف تكون توعية النساء في المستشفيات؟ أحفظكم الله توعية النساء أصلك النساء المريضات أو العاملات المريضات كما يكون للرجاء طيب يدور عليهم وعاض ومع وجود محارمهن أو مع وجود الممرضات عدم الخلوة طيب فيكون عليهم المرعض وهن محجبات ومتسترات طيب أو يكون في المستشفى مكبر صوت ويوزع على الغرف ويكون للكلمة ويلقيها طالب علم ويصل سماعها إلى بقية الغرف وأما الممرضات ومنسوبات المستشفى نعم فأيضا يعمل لهن توعية بواسطة التلفزيون المغلق بواسطة التلفزيون المغلق وإذا كان هناك نساء في الريجاء من كليات الشريعة أو من وصول الدين وهناك أخيرات والحمد لله فليقمنا بهذا الواجب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول صاحبة هذه رسالة جزاها الله خيرا قضيلة الشيخ عندما كنت في المستشفى لمدة شهور كنت أحس بضيق مرارا كثيرا ثم أبكي دكاءا كثيرا وأتألم وأحس أنني سجينة هل يعتبر هذا من عدم الصدر وهل إذا بكيت بهذه الطريقة وأحسست بهذا الإحساس يكون لي أجر المرض وما عانيت أم أكون آثمة جزاكم الله خيرا هذا مرض نفسي والسواس من الشيطان والسواس من الشيطان يحتاج إلى علاج بذكر الله عز وجل وبالاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تيسر طبيب النفساني أيضا يصف علاجا نافعا لهذا المرض فشيء طيب لأن الله ما أنزل داءا إلا أنزل له كفاءا علمه من علمه وجهله من جهله جزاكم الله خيرا قد حصل هذا منها شيخ صالح وهي منومة في المستشفى ويبدو أنها خرجت وتسأل هل كانت آثمة أو أن ذلك ضمن المرض شيخ صالح هذا مرض نفسي لا تأثم عليه الحمد لله ولكن عليها أن تبذل الأسباب لجواله كما ذكرنا جزاكم الله خيرا وأحسنا إليكم ما حكم الشك في شخص دون التحدث بهذا الشك إذ لم يعلم به أحد جزاكم الله خيرا ما حكم الشك في شخص دون التحدث بهذا الشك بأي أحد هل يكون الإنسان آثما حينئذ جزاكم الله خيرا هذا من باب سوء الظن هذا الأصل حسن الظن بالمسلم وعدم سوء الظن بالمسلم والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يقتب بعضهم بعوى فسوء الظن بالمسلمين منهي عنه إلا من تبين منه شيء واضح للمخالفة فهذا يعامل بحسب ما ظهر منه أما إنسان لم يظهر منه شيء فالأصل في المسلم العدالة وحسن الظن به ومن ظن بالمسلمين ظنون السوء من غير أن يبدر منهم شيء فإنه يأثم على هذا الظن لأن الله نهى عنه جزاكم الله خير وأحسن إليكم عندما يخطئ الشخص أثناء قراءته بالفاتحة في كلمة هل يكرر هذه الكلمة حتى يمططها صحيحة أم يعيد قراءة الفاتحة من أولها وذلك في أثناء الصلاة يعيد الآية أو الكلمة التي حصل فيها الخطأ ويصححها ولا يعيد الفاتحة كلها طبيلة الشيخة نألبس رداء واسع يغطي الرأس والأيدي معا في الصلاة ولكن عندما أقدر تكبيرة الإحرام أو إحدى التكبيرات فإنه يرتفع هذا الرداء مع ارتفاع يدي للتكبيرة فيغطي نصف وجه وبعد أن أنزل يدي من التكبيرة يعود لموضعه الطبيعي هل يؤثر ذلك على الصلاة؟ إذا ترتب على رفع اليدين ارتفاع الثوب وانكشاف القدمين أو انكشاف شيء من جسم المرأة فهذا لا يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو عند القيام من الركوع سنة إذا ترتب عليه محظور انكشاف شيء من جسم المرأة فإنها لا ترفع يديها وإنها ترفع يديها إذا كان الساكر ضافيا على جسمها جزاكم الله خير وأحسن إليكم المستمع هادي بن يحيا مهدي من ذياب بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول الذي يأتي إلى الصلاة أثناء ظلوث الإمام للتشهد الأخير فأيهما أفضل يجلس معه أم ينتظر الجماعة الثانية مع تأكده من أن هناك جماعة ثانية أحسن أن ينتظر الجماعة الثانية ما دام أنه متيقن أن وراءه أناس يصلي معهم أما إذا لم يعلم أن هناك أناس سيأتون يصلي معهم فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي ويقول له أجر المتابعة وإلا إدراك الجماعة صحيح أنها لا تدرت إلا بركعة ولكن يدخل معه من أجل تحصيل أجر المتابعة والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتهم جزاكم الله خير وأحسن إليكم هل هناك علامات تذلوا على أن الله تعالى يحب عبده المؤمن أجل توضيح هذه العلامات وكيف يعرف الإنسان أن الله يحبه إذا كم الله خير أعظم العلامات على محبة الله للعبد أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم جذوبا هذا أعظم العلامات متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على محبة العبد لله جل وعلا وكذلك من علامات محبة الله أن تشب ما يحبه الله عز وجل فإذا كنت تحب الطاعات وتحب الصالحين وأولياء الله فهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى نعم جزاكم الله خير وأحسن إليكم نحدى المستمعات رمزت لسمها بالحروف نون عين ألف ابنة الإسلام بات النطاقين تقول ما حكم لبس العباء على الكتف في الصلاة وهل علينا شيء في وضعها على الكتف وأيضا إذا وضعنا عليها جلباب يصل إلى نصف الجفن لا أعلم ما يمنع من وضع المرأة العباء على كتفها لا سيما إذا كانت خالية عن الرجال وتصلي في بيتها فلا أعلم ما يمنع من ذلك المهم أنها تستر جسمها سترا كاملا معدى الوجه في الصلاة إلا إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر وجهها وجميع جسمها نعم جزاكم الله خير صلاة الصبح قبل شروق الشمس هل هي صحيحة؟ صحيحة لأنها وقعت في وقتها لكن الأفضل المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس وكان يدخل فيها والرجل لا يعرف من بجانبه وأيضا أخشى أن هذا الذي يصليها قبل شروق الشمس أنه ترك الجماعة إذا كان عنده جماعة أو مسجد قريب فإن ترك الجماعة لا شك أنه محرم وأنه خطيئة وأنه يأثم عليه لكن لو قدر أنه حريص على حضور الجماعة ويحضر الجماعة ولكن ببعض الليالي غلبه النوم ولم يستيقض الله عند شروق الشمس أو بعد شروق الشمس أو مع شروق الشمس فإنه يصلي حال ما يستيقض قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كثارة لها إلا ذلك جزاكم الله خير وأحسن إليكم شيخ صالح فالختامة وجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإنزابة أخوة المستمعين وأمل أن يتزدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام وكان لقعنا في هذه الحلقة مع فضيلة شيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء شكرا لشيخ صالح وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى